هوية أحداثه وتطوراته وشرخ للعلاقة سببت بها المحكمة الاتحادية بالعراق خصوصا وأن التفاوت بالتصريحات بخصوص قرارات المحكمة تخلي الواحد يصفن ويتساءل لأنه فريق الأغلبية اعتبر أنه قرارات المحكمة الاتحادية أصبحت معول تهديم في طبيع العلاقة بين الإطار التنسيقي والبارتي ومن يسأل الواحد ليش الجواب يقودنا إلى قرار النفط والغاز اللي أصدرتها المحكمة واللي راح تكون إلى أثار سياسية سريعة ممكن تنعكس على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لكن لهجة التصعيدية للقوة الشيعية وتحديدا فريق التوافقية ضد الإقليم يفسرنا بأنه البلد أصبح على اعتاب أسمة سياسية ودستورية كبيرة هسا إذا نريد سرد الموضوع فببساطة نقول أنه خلاف النفط والغاز يعود إلى عام 2007 حين بدأ إقليم كردستان بتطوير حقل النفط في محافظاته الثلاثة وتصديرها وإنتاجها وهو ملاقة معارضة كبيرة من الحكومة الاتحادية بعد إبرام حكومة الإقليم عشرات الاتفاقات مع شركات نفط أجنبية طبعا الإبرام دستوري لأنه كان هناك اتفاق بين أربيل وبغداد ينص بأنه يحق للإقليم تصدير النفط وإبرام العقود طالما بقى قانون النفط والغاز الاتحادي معطلا وطرحت خلال السنوات الماضية هذه القضايا أشار لها البارحة ببيان مطول وقال أنه المحكمة الاتحادية العليا سعت في قراراتها الأخيرة إلى تقليص اختصاصات وصلاحيات سلطات الإقليم واتجهت بوضوح إلى إضعاف مؤسساته وإفساح المجال للسلطات الاتحادية بالتجاوز على الاختصاصات الدستورية للإقليم وهذه القصة ما رح نخلص منها إلا إذا كتب دستور جديد يحفظ حقوق الجميع اشتركوا في القناة